السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباب المشاهدين متابعي قناة أحمد شيفتك أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد وسأشرح فيه طريقة نقل الألعاب من الحاسوب إلى الجهاز جهاز بلاي ستيشن ثلاثة بدون أي برامج فقط نحتاج لجهاز بلاي ستيشن ثلاثة والحاسوب أولا نذهب لـ بعد ذلك ونأخذ كل جهاز لديه أدرس خاص به قبل هذه الخطوة يجب أن نقوم بإعدادات الشبكة بطبيعة الحال بعد ذلك نذهب إلى الملتيمان نقوم بفتحه بطبيعة الحال يجب أن نفعل الهان قبل هذه الخطوة ولمن لديه كوستوم فيرموير لا داعي لهذه الخطوة بعد ذلك نتوجه إلى الحاسوب نفتح هنا بعد ذلك نضغط هنا نضغط بعد ذلك نضغط على سوف هنا نكتب الادرس لكن قبل يجب أن نكتب هنا فقط سأغير وهو الذي بالجهاز وهو إحدى عشر بعد ذلك نضغط على سوف نكتب أي اسم مثلا ما ثم هنا نترك هاته فارغة بعد ذلك تغمينة الآن نفتح الجهاز وكما ترون هنا الملفات نفتح ثم نضع اللعبة في أي مكان نريده وطريقة نقل الألعاب تستوجب التركيز فقط في صيغة اللعبة فمثلا إن كنا نريد نقل لعبة بصيغة فقط نأخذ الملفات من هنا ونضعها في هذا المجلد مجلد هنا نأخذها نعلم على الملفين ثم نسحبهما إلى هنا فقط أما إذا كانت اللعبة بصيغة ملف ملف كما ترون سأختار ملف نختار هذا المجلد بالأحرف الكبيرة هنا ثم نأخذ الملفات ونضعها هنا فقط أما أما إن كانت اللعبة مثلا بصيغة إيزو لا أدري أين توجد سيغة إيزو إن كانت اللعبة بصيغة إيزو سأختار لعبة بصيغة إيزو أضر أنها هنا هنا مثلا كما ترون هذه سيغة إيزو سيغة إيزو سنختار هذا الملف إن كانت لعبة بلاي ستيشن ثلاثة نختار بس ثلاثة إيزو نفتح المجلد ثم نأخذ اللعبة ونضعها هنا فقط إن كانت لعبة بلاي ستيشن إثنان بصيغة إيزو نختار هذا المجلد بأس إثنان إيزو نفتح ثم نضع فيه لعبة لعبة بلاي ستيشن إثنان بصيغة إيزو لدي هنا لعب لكن لا أريد أن أطال عليكم بصيغة إيزو إن كانت لعبة بأس بي بأس بي هنا نفتح هذا المجلد ثم نضع فيه اللعبة بصيغة إيزو لعبة بي اس بي بصيغة إيزو وكذلك الشن بالنسبة ل لألعاب بلاي ستيشن واحد فقط بهذه الطريقة مهما كان حجم اللعبة يمكننا تمريرها بهذا الشكل لأن بعض الإخوة يجدون مشكل في تمرير ألعاب التي حجمها أكثر من أربع جيغة هذه الطريقة سهلة وسريعة خصوصا إن كان لديكم نت سريع كذلك بالنسبة بالنسبة لباكاج كما ترون هنا نأخذ اللعبة بصيغة باكاج مثلا ثم نضع الباكاجات هنا في هذا المجلد مجلد باكاج ترخيص إن كان لدينا مثلا ملف ترخيص ترخيص الألعاب مثلا سواء كانت بلاي ستيشن اتنان أو بلاي ستيشن ثلاثة نفتح هذا المجلد ثم نضع فيه الترخيص بالنسبة لألعاب بلاي ستيشن اتنان هناك رخصة واحدة فقط نضعها هنا وتشتغل على جميع الألعاب بالنسبة لألعاب بلاي ستيشن ثلاثة هناك أكثر من خمسة عشر ألف ترخيص يمكننا وضعها هنا ويمكننا كذلك تنصيبها لأنها توجد على صيغة باكاج يمكننا وضعها هنا ويمكننا تنصيبها هذا كل ما يخص فيديو اليوم إلى هنا نكون قد انهينا حلقتنا وإلى اللقاء من حلقة قادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل جرس ليصلكم منك جديد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة